أقل من أسبوعين وتنطلق فعالية مونديال قطر 2022 ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رأى أنه حان الوقت للتركيز على اللعبة نفسها بعد سنوات من الاستعدادات المثيرة للجدل وانتقاد الكثيرين لها فأرسلت الفيفا برسالة للمنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة دعتهم فيها إلى التركيز على كرة القدم وعدم جر اللعبة إلى معارك أيديولوجية أو سياسية وأن لا يستخدموا كرة القدم لتوزيع دروس أخلاقية على الآخرين حسب ما جاء في بيان فيفا طبعا منذ إعلان استضافة قطر لكأس العالم ودعرضت الدولة الخليجية لانتقادات واسعة لا سيما بسبب قوانينها التي تمنع علاقات المثلية الجنسية وسجلها الحقوقي ومعاملتها للعمال المهاجرين فخلال الـ 12 عاما الماضية قامت قطر ببناء سبعة ملاعب كرة قدم ومطار ونحو مئة فندق وشوارع ووسائل مواصلات بالإضافة إلى بنية تحتية جديدة بتكلفة فاقت مئتي مليار دولار معتمدة في كل ذلك على العمالة الوافدة ولكن يبدو أن رسالة فيفا بالابتعاد الآن عن الانتقاد لم تلقى استحسان كافة الدول المشاركة في البطولة فقامت عشرة اتحادات أوروبية من بينها اتحاد إنجلترا بالرد مؤكدنا ترحيبهم بالتقدم الكبير الذي حققته قطر فيما يتعلق بتحسين حقوق العمالة الوافدة وأن جميع المشجعين مرحب بهم ولكن البيان انتقد الفيفا وقال ندرك أن كل دولة لديها مشاكل وتحديات ونتفق مع الفيفا على أن التنوع قوة ومع ذلك فإن تبني التنوع والتسامح يعني أيضا دعم حقوق الإنسان حقوق الإنسان عالمية وتسري في كل مكان نؤمن بقوة كرة القدم لإحداث تغيير تدريجي ومستدام في العالم وأضاف البيان أن الاتحادات الأوروبية ستواصل الضغط على فيفا لتقديم إجابات حول صندوق تعويض العمالة الوافدة وإنشاء مركز للعمالة الوافدة في الدوحة طبعا وسط موجة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها قطر بسبب استضافتها للمونديال وجد الكثير من اللاعبين أو لاعبي المنتخدات المنتخبات من بينهم قائد منتخب إنجلترا هاري كين أنفسهم تحت ضغط كبير لا سيما من منظمات حقوقية لأخذ مواقف سياسية أو لبعث رسائل مثلا دعم للمثلية الجنسية أثناء مشاركتهم في البطولة وحول الضغط على اللاعبين ومدربي المنتخبات قال مدرب نادي ليفر بول يورغن كلوب إنه ليس من العدل توقع إدلاء اللاعبين ببيانات سياسية أو تنظيم احتجاجات خلال البطولة لا يعجبني الآن أن اللاعبين يجدون أنفسهم في مواقف يتعين عليهم فيها بعث رسالة ما القول لللاعبين إنه يجب عليهم ارتداء شارة أو إذا لم يفعلوا ذلك فهم مع هذا الطرف أو مع الطرف الآخر لا 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 هؤلاء لاعبوا كرة قدم إنها بطولة ويذهب اللاعبون إلى هناك ويلعبون ويفعلون ما هو أفضل من أجل بلدانهم لا علاقة لهم بالظروف قبل 12 عاما لم يفعل أحد شيئا ولا يمكننا تغيير ذلك الآن كما أعرب أيضا الاتحاد العربي لكرة القدم عن دعمه لقطر في ظل الانتقاد الذي تعرضت له بالقول ندعم كافة خطوات الاستعداد التي جرت لاستضافة هذا الحدث العالمي ويجدد الاتحاد ثقته في تميز قطر وقدرتها على تنظيم نسخة فريدة في تاريخ كأس العالم كل حملات التشويه والتشكيك المغرضة لا تستند على حقائق وهدفها التشويه والإساءة للقدرات والكفاءات العربية وفي مقابلة مع قناة سكاي وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني انتقاد استضافة قطر للمونديال بالنفاق وتساءل موجها حديثه إلى الدول المنتقدة ماذا عن مشاكلهم الخاصة داخل بلدانهم التي يغضون الطرف عنها أولئك الذين ينتقدون استضافة قطر للمسابقة هم متعجرفون لا يقبلون أن تستضيف دولة صغيرة في الشرق الأوسط كأس العالم التغطية الإعلامية السلبية هي بمثابة معلومات مضللة والتنظير من بعيد ليس حلا وطبعا ينوي بعض اللاعبين والمنتخبات أن يثيروا ملف حقوق الإنسان أثناء المونديال فعلى سبيل المثال أعلن عشرة قادة من الفرق الأوروبية أنهم سيرتدون شارات وانلاف التي تدعو لتعزيز التنوع والشمول ويرى الكثيرون أيضا أنها تدعم حقوق المثليين كما قال المنتخب الدنماركي إن لاعبي سيرتدون قمسانا معدلة احتجاجا على قطر القمسانا ستكون ذات لون واحد فقط دون ظهور شعار المنتخب بوضوح وقالت شركة همل مزودة أطقم المنتخب إنها لا ترغب في الظهور في البطولة التي تدعي أنها كلفت الآلاف من الأرواح وفي تطور جديد صرح سيب بلاتر رئيس فيفا السابق أن اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022 كان خطأا لأن الدولة الخليجية صغيرة للغاية والحدث كبير عليها وأنه سيتحمل مسؤولية ذلك شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها